السلام عليكم أنا لمياء زكريا النهاردة بقى جايلكم بالكريب الجميل ده جايب الحادق والحلو الاتنين ضايت وبجدة عموم طحفة وسهل جدا وسريع الحقيقة انا ما كنتش بحب الكريب قوي لكن لما عملته في البيت بالطريقة دي عجبني جدا يلا بينا كده نشوف المقادير بتاعتنا وان شاء الله هتلاقوها مكتوبة في صندوق الوصف معينا كده في كل بولا بيضة بدرجة حرارة المطبخ بيضة حجم كبير هنعمل الحادق بتاعنا برشة ملح وفلفل أصمر وهنعمل الحلو بتاعنا بفانيليا والكاكاو طبعا فالتنين حقيقة حلوين جدا جدا والحشوات بقى دي حاجة ترجع لكم يلا بينا كده نكمل المقادير بتاعتنا معينا بقى في كل بولا نص كبية لبن مع البيضة وزي ما قلت لكم الحادق هحط له بقى رشة ملح كده صغيرة ورشة فلفل أصمر وياريت لو فيه الفلفل الأبيض مش الأصمر عشان لون الكريب وفي البولا التانية هنحط بقى معلقة صغيرة كده فانيليا سايلة الفانيليا سايلة بتعمل ريحة جميلة جدا أكتر من الفانيليا الباودر ومعينا بقى للحلوة هنحط معلقة ونص صغيرين كاكاو خام غير محلة وحنحط ربع كبية دقيق شوفين زي ما احنا شايفين كده وفي البولا التانية برضو ربع كبية دقيق شوفين شايفين المقادير بسيطة وسهلة جدا وطبعا اللي حاب بيقدر يزود الكمية ويضعيفها على حسب عدد أفراد أسرتكم نتدي بقى نقلب المكونات كويس جدا مع بعض هنلاقيها سايلة شوية طبعا احنا هنسيبها ترتاح معنا كده قد ربع ساعة أو بل منحضر الطوصة بتاعتها ويفضل يعني هنا في الخطوة دي بعد ما نقلب كويس قوي نصفي بقى الكريب بتاعنا يعني أنا في المرحلة دي بعدها أنا صفيته وسخنت الطوصة بتاعتي وحطيت كده مسحت زبدة أنا مش هحط اللي في الشوكة دي كلها ده هي كل مرة وأنا بقلب الكريب بس حيدوب كده حمسح الطوصة بيها مش أكتر وبعد ما الطوصة تسخم معي كويس جدا هناخد بقى مغرفة من الكريب بتاعنا أنا بدأت بالحادق الأول زي ما انتم شايفين كده المغرفة وبفضل ألف كده بالإيدي بالطوصة لغاية ما تاخد شكل الدايرة اللي هو شكل كأنه رغيف يعني شكل اللون اللي هو بتاعه الكريب كده زي ما احنا شايفينه مع بعض ولو لقيته جزء كده ما فيهوش الدايرة مش كاملة أو فيه حتة مفرغة ما فيهاش الواصل لها السائل بتاع الكريب زوده عادي ما فيش مشكلة خالص دلوقتي هتبقى النار معانا عالية بس في الأول لغاية ما يتماسك كده وبعدين نبتدي نهدي النار أول ما نلاقي الأطراف ابتدت تنطر كده زي ما احنا شايفين مع بعض وبالسباتيولا نقدر نرفعها نبتدي بقى نقلبها على الوش التاني شايفين طريقة سهلة وبسيطة جدا والتقليب بتاعها ما مش هياخد دقيقة من الوش ده ودقيقة من الوش التاني هتلاقوه بصوه واخد اللون الدهبي ده على كل جهة زي ما احنا شايفين بجد ريحته جميلة وكمان سهل جدا في تحضيره المقدار بتاعنا ده يعمل تلاتة كريب حادق وتلاتة كريب حالو وهنبتدي بقى نكمل زي ما قلت لكم بصو اللفة بتاعتها زي ما نلف الطاصة بأيدينا كده لغاية ما نغطي الكريب بتاعتنا وتعمل دايرة كده مظبوطة وبيكون القوان بتاعه مش تقيل قوي ولا خفيف كمان زي ما احنا شايفين كده مع بعض اول ما بتبتدي تونطر كده معايا ابتدي بقلب على الجهة التانية وتاخد برضو نفس اللون الدهبي وبنحط بقى الكريب بتاعنا عادي في طبق فوق بعضه بنسيبه لغاية ما يبرد خالص وبعدين نحضر اي حشوة انتو تحبوها وممكن كمان تعملوا كمية كويسة وتحتفظوا به في كياس في الفريزر تتحط كده في فيل او في كياس كده ما بين كل واحدة والتانية ورقة زبدة ونرفعها في الفريزر وقتا ما تحتاجوا تقدروا تطلعوا وتحشو نيجي بقى للكريب الحلوة بتاعنا انا غسلت الطاصة بتاعتي كويس قوي ورجعت مساحتها تاني بالزبدة ورجعت اعمل برضو الكريب الحلوة بتاعنا بنفس الطريقة هي برضو مغرفة كده واحدة ونبتدي نقلب الطاصة بتاعتنا كده بأدينا ولغاية ما تاخد شكل الكريب بتاعنا ونوطي النار وبعدين نسويه على الجهة التانية شايفين بقى طري وجميل ورحته كده حلوة جدا وينفع يتلف زي الكريب اللي هو الجاهز اللي بتبيع في المحلات بره بس طبعا ده اوفر بكتير وكمان المقادير بتاعته مغزية جدا عايز اقول لكم ان الكريب بره طبعا مش بتعمل بالبيد واللبن خالص يعني لكن في البيد ده هنا كده بطريقة مغزية وفيه بروتين وكمان الحشوات بتاعته جميلة جدا وكمان مش فيها اي حاجة متضربينة كتير يعني احنا هنحشي الحلوة بتاعنا بفكهة والشوكلة الداركة وهنحشي الحدق بتاعنا منظر إلا كده اللي هي ومعانا كده فلفل ألوان أخضر بقى أصفر أحمر ممكن تحطه طماطم زتون انا كان عندي بسترمة حطيت كده حتة صغيرة او ممكن تحشوه اي حشوات عصاج ممكن فراخ ممكن من غير خالص ممكن تبقى مشكل جبن كده دايت وممكن يكون خضار بس معاه زي ما احنا شايفين فالحشوات دي زي ما قلتلكم حاجة ترجع لكم لينا قد ايه؟ لينا بس ممكن واحدة كريب وجنبها كده طبق سلطة وطبعا الكريب الحلوة دا نخليه حاجة كده في السناك مرة كده حاجة في الفطار زي ما انتم شايفين كده حاجة بسيطة جدا وسريع وسهل شايفين انا عملت هنا تشوكلت داركي كده سيحتعلى حمام مائي قد كده اتنين مكعب تشوكلت وحطت لها موز بقى وفراولة كانوا عندي وكان بجد طعم جميل جدا وممكن كمان بالعصر الابيض وزبدة فول السوداني حقيقي انا كان عجبني الحلوة اكتر من الحادق بصراحة لكن هما الاتنين جميل جدا وكانت الحشوات بتاعتهم بسيطة وسهلة اللي كان متواجد عندي في البيت انا عملته في ان شاء الله يعني الطريقة اعجبكم ويكون الفيديو بسيط وسهل زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهنا بقى زين توم كده بالفراولة والتشوكلت دارك والحادق بتاعي انا حطيته بقى في الطوصة كده اخدته تشويحة على الجنبين لغاية ما تجيبنا سيحد كده واختلطت اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم بقى الوصفة الجاية على خير